صباح و أهلا وسهلا على الكنال، اليوم بدأ نتحدث عن الـ Sony Xperia Mark II. هذا التليفون أجد التليفون نازل منه لـ Sony في 2020، ولكن للأسف لا ينبيع في الدول العربية ولا حتى في الشرق الأوسط. ولكن لأن هذا التليفون كثير مهم بالنسبة لألي، أريد أن أشارك معكم وأعطيكم خبرتي، وما هي الشغلات التي عجبتني وشغلات التي قلقتني عنه لهذا التليفون، خاصة أنه نازل بنصف السنة من 2020. يلا، أنا طاري، شكراً على كل الناس لعملوا اشتراك على الكنال، دعونا نتحدث عن الـ Xperia 1 Mark II. اعملوا لايك و سجلوا على الكنال، حتى دائما تعرفوا عندما نزلكون فيديوهات جديدة. كما قلت لكم في البداية، أريد أن أخبركم عن الشغلات التي عجبتني وشغلات التي تقلقني قليلاً على هذا التليفون جديد. هناك عدة شغلات كثير منيحة فيها، كما نرى هنا تسمع موسيقى. هذا التليفون لديه شاشة 6.5 إنش، 4K OLED Cinema Wide، مثل ما قلت لكم 4K HDR علىها موجود. يعني الشاشة ستكون كثير كثير منيحة. أول شيء أريد أن أخبركم أن الشغلات التي عجبتني فيها لها التليفون هي الشاشة الموجودة هنا. وغير ذلك، الشغلات التي نستعملها لها التليفون، دعونا ننزل هنا لفضع لنقدر نزبط الشاشة التي نستمتع فيها بشكل رهيب. تحت الـ Display لدينا شغلتين موجودين. أول شيء يمكننا أن ندور الـ Dark Theme هنا كما ندورها. لكن يمكننا أن ندور الـ Display Mode، يمكننا أن ندور الـ Motion Blur حتى تساعدنا أن نستمتع في الفيديو، مثل كأننا لدينا 4K 90 fps، رغم أن هذه 60 fps موجودة. الفيديو والـ Image Enhancer تضبط الصورة كمان لتطلع حلوة، والألومية تطلع كثير كثير منيحة. لكن ما يجبني أكثر شيء هي هذه الـ Creator Mode الموجودة هنا. يمكننا أن ندورها، إذا لدينا تطبيق تستعملها، مثل الـ Netflix بالدور. يمكننا أن ندورها كما ندورها على كل الشاشة، ندورها، يمكننا أن نستمتع بالصورة كما نستمتع بالأساس منه للـ Director التي نزلت فيها في السينما. هذه الحلاوة فيها، تضبط الألوان، وعمولة كثير كثير منيحة لتمشي مع التطبيقات التي تستعملها. تعطينا الـ BT 2020 color gamut موجود عليها، والـ 10 bit color حتى HDR specification بالـ 4K. تستطر تستعمدوا على التطبيق، وتستمتع فيها كل الفيديوهات الموجودة عليها، مثل ما نستعمل هنا. هذا الفيديو، أريد أن أستمتع عليها، دعنا نزلكم هنا، تستطيع أن تشاهدوا كيف الصورة تظهر حلوة كثير على هذه الشاشة 4K. يمكننا أن نتأكد أن نتفعل عليها 4K لأنه نرى الـ quality حتى في يوتيوب تعطينا 4K، وتشاهدوا كيف الألوان كثير كثير حلوة وكثير مضبوطة، والصوت يمكن أن يمشي مضبوطة كثير كمان بالسماعات الموجودين، التي يأتي لنا لديها. هذه ليست فقط الشغلة الوحيدة التي تستعملها، تحت الـ display، يمكننا أن نضبط أيضاً الـ white balance، هذه الشغلة الثانية يمكننا أن نضبطها، لم يكن لديها موجودة بالأول، عندما تجلبوا للتلفون، يجب أن تدوروها، لأنها عادة تكون مضبوطة، لكن يمكننا أن نزلها أنا، يمكننا أن نزلها على D65، يمكننا أن أطلع على D93، كما تشاهدوا، الألوان تشاهدوا، أما بردي، أما بردي، أما بردي، أما حامي، مثل الـ medium، أو الـ cool، كما تضبطوها، تمشوها مضبوط مضبوط، كما تشاهدونها. الشغلة الثانية التي نتحدث فيها أيضاً أن الكاميريات الموجودة هنا، تغيرت قليلاً عن السر الماضي، الكاميرا الأساسية الموجودة الآن، ليس كثير قوية، 8 ميجابيكسل تمشي، حتى يمكننا أن تساعدنا نأخذ صور عادية، مثل نعمل سالفي وفيديو كعادة على الـ 1080p، ليس كثير جداً، إذا كنت نستمتع في هذا التليفون، يجب أن نستعمل الكاميريات الموجودة هناك، لدينا ثلاثة كاميريات تقريباً من عدة لمزات، الـ 16، الـ 24 ملم، والـ 70 ملم، ويجب أن نستمتع في هذه الثلاثة كاميريات، يجب أن نستعملها ثلاث بيئتين الثانيين، هذا التليفون لديه ثلاثة تطبيقات، واحدة الكاميرا العادية التي نستعملها، مثل ما قلت لكم، سالفي، الـ 4K 30 فريمس برسكن، كل هذا يمشي مضبوط، ولكن إذا كنت تستمتع فيديوهات مضبوط منه لهذا التليفون، يجب أن تعملوا السينما برو، وهذا السينما برو، تساعدنا إلى نستعمل الكاميريات بعدة شغلات مضبوط مضبوط، حتى يمكننا أن نصل إلى الـ 4K 60 فريمس برسكن، يمكننا أيضاً الضبط الـ Shutter، الـ White Balance، الـ Manual Mode، لدينا الـ Level Mode، حتى نعرف كيفية التليفون مضبوط، الـ Audio Meter، حتى نرى كيفية الصوت يأتي عليه، مثل ما نرى، يتحرك على صوته، أدى البطارية لدينا بعض، وأدى لدينا أيضاً بعض دقائق بالحجم داخل التليفون، يمكننا أن نأخذ الـ Screen Capture، أو نبدأ الـ Record، كله يمشي مضبوط، والتي يعجبني فيها كثيراً، أنه نستعملها مثل أنه نعمل إنتاج، يستعملها Project Style، كل هذا يعمل بـ Elbert System، بـ Elbert Cinema Pro، وإذا كنت تستمتع فيها الكاميرا، كما يجب أن تستعملوا على هذه التطبيقه، الكاميرا Pro تعمل نفس الشيء مثل الـ Cinema Pro، وتساعدنا أن نستمتع فيها هذا التليفون، ولكن هذه في ناحية الصور، كل الشيء التي تستعملها من كاميرياتها لـ Sony Alpha Camera، هذه التي ستأتي هنا، ستنبسطها فيها كثيراً، إذا كنت ترى شيء، تستمتع فيه كثيراً، ستعمل بـ Cinema Pro، وذلك، نستمع للمزات الموجودة هنا، نستمع لعمل زوم بينهم، هذه الأربعة وعشرين، كما ترى فيني، أعمل أربعة وعشرين إلى السبعين ملمتر، نغير مغير اللمزة، يعني أظن أنني أستعمل الأربعة وعشرين ملمتر، والسبعين ملمتر، تذهب من السبعين إلى الميتان، هذه اللمزات يسمونهم ترينيتي، ثلاثة اللمزات التي عادة الكاميرا، الـ Professional Cameras، الذين يعملون صور، يستعملوهم، 16، 24 و 70، موجودين على التليفون، وثلاثتهم، حلوين، يمشون كثيراً منيحاً، مع المزاق البيكسل الموجودة هنا، أكبر من أي كاميرا تاني، يستعملو 12 ميجا بيكسل، لا تحتاجون كاميراة بمية وثمانية، 164 و 48 ميجا بيكسل، هذه ستكون صور كثيراً منيحة، رغم أنها 12، وعندنا أيضاً الـ Time of Light Sensor، الشيء الوحيد الذي تعجبني كثيراً فيها على الكاميرا، أنه نستطيع أن نقوم بعمل هذه التليفون، ليس فقط على الكاميرا، نعمل عدة شغلات، أول شيء، مثل ما نرى، أنا أخبركم على الميكروفون، أستعمل الميكروفون، مثل ما أخبركم أيضاً، حاطت الميكروفون بـ 3.5 ميليا هدفون جاك، أستعمل الـ USB-C، حتى وصل على الشاشة ورّاني، حتى أستطيع أن أرى ما يحدث، عندما يوجد الـ Audiometer على الشاشة، يمكنني أن أرى ما يحدث، يمكنني أن أتمشى، من غير ما يكون لديها أي أشكال، وبدلني أستطيع أن أرى ما يحدث على الشاشة، من غير ما أن أقلب التليفون، وإستعمل الكاميرا الموجودة لأدام، 8 ميجا بيكسل، ثلاثة ربع التليفوناتنا بالسوق، بيعطونا كاميريات منيحة كثير لورا، الإدمانية هي الكاميريات التي لا نستطيع استعملها، كل هذه الشغلات تمشي كثير منيح، فيكم تضبطوا الصورة، تضبطوا الصوت، تستعملوا أي ميكروفون، وكل هذا يمشي على Xperia 1 Mark II، هذه هي حلاوتها، وحلاوت قوة الكاميرا الموجودة في قلب هذه التليفونات، خبروني، أخبروني، ما رأيكم بالصوت والصورة، كما ترونه هنا، لأن هذا أضبطوا كله، لا أحد يساعدنا، وعن أقوم بعمل كل الأشياء، لذلك، الشغل الثاني الذي أعجبتني فيه له التليفون، هي Gaming Enhancer، هذا Gaming Enhancer، يساعدنا أن نستمتع بالألعاب على التليفون، بكمية غير ما نعملها من قبل، مثلا، إذا أردت على PUBG، يريد أن أستعمل التليفون عليه، لدينا الهاتفون هنا، يأعطينا الصوت منيح، لدينا الهاتفون جاك، لدينا الصوت من غير أي تلك التليفون، تحت هنا، يمكننا أن نعمل كمية تحت الهاتفون، يمكننا أن ندور عدة شغلات، أولاً الشغلة التي تعجبنا كثيرا، يمكننا أن نغير البروفيل، يأمام الـ Away، الـ Balance، و الـ Battery Saver، نقدر أن نوفر بطارية، إذا أردنا أن نلعب ألعاب على هذا التليفون، من غير ما نستعمل البطارية، نظلنا نشارجينه، نقدر نضع شريط الكهرباء، و ندور الـ HS Power Control، هذا يسمى Heat Suppression Power Control، توقف تشريش البطارية، الأساسيين بقربة التليفون، نقدر فقط نمشي التليفون كله على الكهرباء البطارية البرانية، إذا كنت تستعملوها، تمشي مضبوط، وتوفر عليكم الحماية وتعيته للتليفون، و يجعلكم نقضي التليفون المادة طويلة، يمكننا أن نسجل فيديوهات، من غير هكي، و نستعمل فرانت فيسين كاميرا، ليس فقط، يمكننا أن نستعمل فرانت فيسين كاميرا، لأننا نستعمل صورتنا على قلب الفيديو، مثل ما أفجرتكم بأول فيديو نزلت لكم، كثير منيحة وموجودين، و يمكننا أن نفتحها أمثل ما نريد، نأخذ سكرينشوت، نعمل فيديو، نفتش على الإنترنت، و نعمل فوكوس مود، و نطفي كل المعلومات التي تأتي لها، يأمن الانتباهات التي تأتي من قد التليفون، أو من الناتباهات، كل ما تنطفي، و نستعمل و نستمتع بالألعاب على هذا التليفون. آخر شيء أريد أن أخبركم أيضا عن إشغالات التي أعجبتني فيه لهذا التليفون، و أنه الآن تسمعوا على كل الناس الذين يخبروهم السن الماضية عن إشغالات التي لم أعجبتهم بالأكسperia 1. الآن يصبح لدينا اثنين سبيكر، و اثنين معمولين فرانت فيسين، و أنتم استمتعوا فيهم، و أنتم تسمعوا على الفيديوهات، و أنتم تلعب الألعاب تغرب وجنا، و لما نسمع على موسيقى، سننبسط فيها كثير كثير منيحة. آخر شيء أيضا، إذا نستعمل الأوديو 360 موجودين مع الهاتغون، وهي مع التطبيق Tidal، يمكنكم جربوا Tidal ثلاثة شهر ببالاش، و منهم أيضا ببالاش، و تقدروا تجلبوا هذه السماعات ببالاش التي ستعملوا عليهم بري أوردر بشهر تجون بأمريكا، و أعتقد بأوروبا، سواء ستجربوا من هنا، و تنزلوا على الدول العربية، ستعطيكم هذه السماعات ببالاش. الآن، تحدثنا عن كل الشرائط الحلوة في هذه التليفون، دعوني أخبركم عن شغلات لي، ليس أنها ممنيحة، لكن قلقتنا قليلا، الشاشة عالية كما أخبركم، 4K HDR، كلها جميلة، لديها شغلات ماشية مضبوطة. الشرائط التي لا أعرفها كيف أنها تستطيع تزابطها، يمكن أن تستطيع تزابطها بعدين بالمستقبل، بل الموتون بلور هنا، رغم أنها تعطينا خبرة أحسن من 60 فريمس بس، لا ستكون مضبوط 90 فريمس بس، أنها تكون قريبة، لذلك، يجب أن تعرفوا لي، إذا ستجيبوا له هذا التليفون، أن الخبرة ستكون أحسن من 60 فريمس بس، خاصة عندما نستعمل 4K، لكن لا ستكون مضبوط 4K 90 فريمس بس، ستظل 60، مع الصورة تظلع أحلى بشوية، تضبطوها عندما يعملوا الموتون بلور. الشغل الثاني، يجب أن نتحدث فيها مضبوط، أنه في 2020، على قليلة في أمريكا، هذا التليفون لا لديه 5G، رغم أن نستعمل سناب تراجن 865 مع X55، المودم الموجود فيه، لا سيعطونا إلا 4G LTE في أمريكا، الآن الموديل الذي سيبيع في أوروبا، يقلبه 5G، وسيشتغل في 5G في أوروبا، لذا إذا ستجيبوا له هذا التليفون، وتنزلوا للدول العربية، أعطيت أحسن لكم أن نجيبه للأوروبا، لكن قبل أن تشتروا، تأكدوا أن هذه الشغلات اللي يسموها الباند، بيشتغلوا مع الشركات اللي معكم أنتوها بالدول العربية، حتى يعطيكم الـ 5G، ولكن للأسف، في أمريكا، لا سيكون لدينا 5G، ولا أعرف لماذا، يمكن أن تدورها بالمستقبل، لأن الهاردوير الموجود عليه لها التليفون، يشتغل عليها، ولكن الآن لا لدينا 5G ولا شيء، لدينا فقط 4G LTE، وليس سرعة تعيتي أنه ليس كثير بطيئة، ولكن تمشي مظبوط، كما تشاهدون هنا، تنزل تقريبا 111 ميجابيتس تاون، و 15 ميجابيتس أب، كلها مازي مظبوط، وليس لدينا أشكال، ولكن الشغل اللي يجب أن نعرفها، أنه ليس لديه 5G، هذا معقولي أنه يكون حسنا في سنة 2020، ولكن بعد ذلك في 2021 و22، يجب أن يكون لدينا 5G بتليفونات، خاصة بهالسعر اللي يطلبه منه، الشغل الثاني اللي يمكنني أن يزبطوها بتجديد، بعدين بالمستقبل، أنه التطبيق الأساسي تبع الكاميرا الموجودة هنا، هذه الكاميرا العادية، رغم أنه يمكننا أن نسجل عليها 4K 30FPS، لا يمكننا أن نستعمل صوت من بره، معناته، نستطيع أن نزل صوت ميكروفون من بره على هاتفون جاك، أو حتى من USB-C، يجب أن نستعمل السينما فرو، وهذه الشغلة لا أعرف لماذا، أنه أعرف أن تجبرنا أن نستعملها هنا، ولكن إذا كان يريد أن يستعمل الكاميرا الأساسية الموجودة، 8 ميجابيكسل، ويستعمل ميكروفون من بره، خاصة ككرياتور لليوتوب، لا تستطيع أن تستعمل الميكروفونات الموجودة في قلب التليفون، وغير ذلك، إذا نستعمل إنستجرام أو شيء آخر، لا يمكننا أن نستعمل ميكروفونات من بره، يجب أن نستعمل السينما برو، لذلك تسجل الفيديو في قلب السينما برو، وبعدها تفوتون على التطبيقات الثانية، هذه الشغلة يجب أن نعرفها، وإن شاء الله يستطيع أن يزبطوها بالمستقبل، يجب أن نستعمل شغلات آخر، يمكننا نزل تطبيق ثاني إسمها Open Camera، إذا بدنا نستعملها، لكن في الساعة ما تكون لدينا أربع كاميريات للفيديو، واحدة للفيديو برو، الكاميرا برو، الكاميرا العادية، والتاكل الرابعة، ستكون لنستعمل آديو من بره، لا نستطيع أن نستطيع أن نستطيع أن نستطيع الى كلها، ويجب أن نستطيع أن يشتغل بطبق واحد، وآخر شيء أيضا، أنه لا مستطيع بالع tours tak 60fps على تعطى اللغة العادة أنا أتمنى أنs puggetوlle معها كاميرا الساسية لم تستطيع العثوانات 9TP لكن بالنسبة للورانيه隻الج qui حسب menage la 4K 60fps يجب أن نستطيع جعل solution 给針馬 الbereاضي لدينا 4K 30 og منيتي كما تبعون عنها ويمانا عادتي لكي نستطيع بمل chasedراتنا Dreams على هذه الكاميرا العادية إذا لم يجب أن نستطيع serey attended de cinema pro کا تستطيع الوح circuits التي تعمل لها التليفون يجب أن تستعملوا السينما برو أخرى كم شغلات يمكنهم أن يضبطوها أعطيت هذه بياناتهم بين نتفليك وكما نرى الفيديو هنا ماشي عادة موجود مجموعة وكما نرى أن نستمتع فيه موجود لذلك فيديو مضبوط ولكن إذا أريد أن أذهب إلى الهوم سكرين أعمل سوايب لتحت عادة في قلبه لأندريد 10 بتمشي مضبوط ولكن كما نرى الفيديو ماشي نصف الشاشة لفوق إذا كما فقط لتحت أعمل أي شيء هنا إذا كنت أستطيع أن نذهب إلى البيت أرى أنه يصبح رديد وصغير ولكن لا يمكنني إذكره هنا مضبوط لا يمكنني إذكره لأن الشاشة موجودة هنا والصورة موجودة فوق إذا كنت نقبس كبسة يجب أن نفعلها هنا لنسكر عليها ونضبطها أعتقد أنه يستطيع أن يضبطوها ولكن أعتقد أن هناك عالي موجودة مع التليفون والنتفليكس غير ذلك موجود موجودة لها التليفون لا أعتقد أنه مضبوط موجود مسميها دارك ثيم كما نرى اللون هذا اللون تقريباً أسود غامي بيج يسميه تقريباً ليس أنه بيج أنه لا أسود مثل هذا هذا أسود غامي وهذا أسود فاتح مضبوط كما نقول أنا أفضل أنه عندما يعملوها دارك ثيم لنقدر نوفر البطارية يجعل كل شيء يمشغل مضبوط بنفس هذا الأسود العادي حتى يطفل كل البيكسل الموجودين هنا ونقدر نوفر البطارية رغم أنه كبر البطارية لأنه هنا ساعدنا 4000 ميلي أمبير يجب أن نتأكد أنه عندما نعمل دارك مود ونستعملها لأنه نستمع على كل قوتها خاصة هذا التليفون وإن شاء الله يستطيعون أن يزبطوا هذه الشغلات كما عملكم بتجديد كتليفون السوني إكسبينيا مارك 2 لديه كثير من مميزات منيحة لا يوجد مثله الآن بالسوق يأتيك 4K يأتيك OLED HDR وغير هكذا لدينا الهاتفون جاك الذي رجع وعندنا الهاتفون جاك وعندنا الهاتفون جاك وفي الشغلات ما قلت لا تدرك أنه ويدا ما يأتي في قلب الكاميرا الأساسية وهذه الشغلات تؤثر على الإسلام الك إثم من الناس ويتستعملين أجل الكاميرا لا تستمت 유명 ، وما تستطيع أن تأخذها منها 4K 60 فريمس برساكد منها لا أعرف لماذا هذه الأشياء موقفينها أنا أعرف لماذا نستعمل السينما برو لكن السينما برو لا تعمل بالكاميرا الأساسية الموجودة قدام وغير ذلك أعتقد أن هذه الكاميرا التي نستعملها للسينما برو يجب أن يكون أحد يساعدنا لأن يستطيع أن يضبطوا الصورة وكل الشيء مضبوط لا أعرف أن الناس ستستطيع أن تعمل مثل ما أنا حاولت أن أعمل هنا ويجب أن تعتقد أنه قد أ Itís front facing display لقالي أنا وعقبت ميكروفون من بره حتى أستطيع أن ازبط كل الشيء إلى واحدة أجل أن أزبط الفيديو إلى واحدة وأفجأكم المصرة هذه شكلة كثير مهمة لصوني ويجب أن أستطيع أن أزود أفضلها قبل أن نزلوا على السوق الآن نعم العربية هذا التليفون ما ينبيع إذا ستجلبوا لازم نزلوه أيضا من أوروبا وعلى هذا يقول لكم في عدة شغلات لازم تعرفوها قبل ما تكرروا إذا حتجيبوا هالتليفون وتنزلوا لعندكم من بلد بره يلا أنا طارق شكرا جزيلا على كل الناس اللي عملوا اشتراك على الكنال عملوا شير لهالفيديو وخبروني تحت قولوا لي شو لايكم بالإكسبيريا 1 مارك 2 شوفكم إن شاء الله بالفيديو جديد